دكتورة مونيكا أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً وسهلاً بحضرتك وأنا الحقيقة يعني عايزة أبتدي بيعني بطلب من حضرتك كده تفسير لحالة الحب والعشق الشديد جداً جداً منك للأثار المصرية القديمة يعني كيف نشأت رغم أنك بدأتي بدراسة الهندسة حقيقي أنا كنت علمي رياضة لإني ما كنتش بحب أذكر التاريخ والجغرافيا أنا كنت سنوية عامة كنت شاطرة جداً في الرياضيات فدخلت كلة هندسة ولكن من وأنا في المدرسة كنت رحت رحلة كنت كلت رمسيس للبنات ودونا رحلة في أول سنوي وروحنا المتحف المصري وأنا في المتحف المصري تسللت كده فلاقيت دكتور ناصري اسكندر في معمل التحنيط فاتح موميا فلما شافني أن أنا بتلصص على المعمل ندهني قالي تعالي فلاقيتهم فاتحين الموميا بتاعت حطمس الثالث وبرمموا صوبة رجلية كانت فكت فبيعملوا لها عمليات ترميم واللفائف بيوضبوها وكده فقال لي بصي عليه فأنا بصيت عليه كده ولقيتني مرة واحدة وجها للوجه ما بتحطمس الثالث فدخليني بقى أبتدي إن أنا عايز أقرأ وعايز أفهم أنا يعني الحقيقة والدي والدتي كانوا من وانا طفلة فدايما أكتر هداية بيجيبوها لي كده الكتب فكت بحب الإراءة جدا فبتديت أقرأ ولكن كان دايما عندي الحجز النفسي بتاع كتاب الدراسات الاجتماعية ولكن لما دخلت الجامعة الأمريكية في هندسة ميزة التعليم الليبرالي دا لأن احنا بنتعلم حاجات كتير هو اللي خلاني أعرف أخد قرار قوي وكان برضو سبب فيه والدتي هاي اللي جات شجعتني لما لقيت إن أنا في الصيف كنا بيدوني عشرين كتاب على الإيدي بتاع الجامعة فأنا وانا مروحة واخدها عشرين كتاب على المصريات مش أخدها ولا كتاب على الهندسة فالدتي قالت لي اعمالي اللي انت بتحبيه وهتكوني شطرة فيه وما كانتش سهل بالنسبالي إن أنا أحاول من حد واخد إنه بيدرس معادلات يعني سبت الهندسة سبت الهندسة وحاولت علم مصريات بعد أول سنة طيب وكيف بقى صارت الرحلة بعد كده يعني ما بصتش تاني الورا بالعكس حسيت إنه حتى والدتي ليها كلمة كداما تقول إن مصريات دا تعمل عشان مونيك لأنه أنا بحب الفن وبحب القراية وبحب الصحرة وبحب الشغل في المقابر يعني لقيت نفسي بشكل كبير جدا فيه كنت بتطوع بالساعات في المتحف المصري وأنا طالب فأنا فعلا يعني حبيت كلمة بتطوع في المتحف المصري كنت بتروحي للدكتور ناصري كنت بروح للدكتور ناصري بتتفرجي؟ لا كان بيديني فوتا سافرة وكنت بنظف بيها كنت بنظف ويديني مثلا نوتس كتبها بإيد واكتبها له على الكمبيوتر واجبها له كنت بساعد أحيانا كان فيه مشروع للسجل بتاع المتحف كنت بساعد فيه كل حاجة كنت بقدر أعملها يعني السكيلز البسيطة اللي عند طالبة في الجماعة عملتها يعني ده الحقيقة برضو يعني بيشير لحاجة مهمة إنه الواحد لما بيعمل حاجة بيحبه مؤكد إنه هو يعني بيجتهد فيها وبيبرع فيها مؤكد يعني يعني ده أكيد ودراسة الأثار المصرية ودراسة التراث المصري يعني أنا بحيثني أحيانا زي إننا أديها لما بتند حد خلاص هو بيمشي في السكة دي وبيبقى بيحبها وبيبقى بيشوف الدنيا كلها حواليه من خلال واستكملت الدراسة في إيطاليا وبعد كده أنا أخذت الدكتورة بتاعتي من جامعة بيزا جامعة بيزا دي فيها أقدم كرسي لدراسة المصريات حتى يمكن قبل شامبوليون يعني قبل في فرنسا كان إيبولتو روزليني في بيزا بيزا دي جامع من قرن التلاتاشر كان أول كرسي لدراسة المصريات كان معمول في بيزا في إيطاليا ماذا اكتسبتي من هذا التعليم في هذا المكان؟ اكتسبت حاجات كتيرة جدا منها إزاي في إيطاليا بيتعاملوا مع التراث ومش بس التراث الترسكن يعني أو التراث الروماني لا التراث الحديث كمان من القرن التلاتاشر والاربحتاشر والخمصة يعني تلاقي حضرتك البقال مثلا عارف الكاتدرائية دي تبنت سنة كام من المهندس المعميري الموقت ترممت سنة كام فيه إحساس وتفاعل مع التراث بشكل رائع ومش بس يعني أنا المبنى بتاع كلية الأثار هناك كان واحد شارع جالفاني في بيزا فالمبنى ده مبنى طالع ست دوار ولكن تحتيه أثار يوناني روماني معمولة ببليكسي جلاس نقدر ننزل نزورها فإزاي كمان المانزي والحاضر يقدروا يتفاعلوا مع بعض من غير ما يبقى فيه إشكالية بينهم وإيطاليا بالتحديد على اعتبار أنها يعني امتداد للحضارة الرومانية فقطعا عندهم هذا الاهتمام زينا بصدر يعني وقدرين يتعاطوا يتفاعلوا معاه بشكل كمان مخلي إنه إيطاليا من أهم البلاد السياحية الموجودة النهارة مؤكد